بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ورد أن بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكانوا من فقراء المهاجرين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أي ذهب أصحاب الأموال الكثيرة بالأجور العالية فنحن نصلي وهم يصلون ونحن نصوم وهم يصومون وهم يتصدقون ولا نتصدق فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الكلمات الطيبات أرشدهم إلى الباقيات الصالحات والله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقد اختلف العلماء في بيان المراد من الباقيات الصالحات فيرى الإمام ابن جزي وهو من كبار علماء المالكية يرى في تفسيره أن الباقيات الصالحات هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهناك من العلماء من يرى أن الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس المكتوبات وهناك من العلماء من يرى أن الباقيات الصالحات هي كل الأعمال الصالحة التي يفعلها العبد في الدنيا فتنفعه في الآخرة والحقيقة أنه لا تعارض فلا تعارض بين هذه الأقوال جميعا إذ الأذكار بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من جملة ما يذكر به في الصلوات الخمس والصلوات الخمس والأذكار من جملة الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان في حياته ولكن ما معنى هذه الكلمات الطيبات من الباقيات الصالحات قول سبحان الله هذا يسمى بالتسبيح والتسبيح فضله عظيم ورد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما أخبرنا الراوي الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص حين قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأله صحابي وقال وكيف يكسب المرء كل يوم ألف حسنة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويمحى عنه بمعنى يحط عنه ألف سيئة فهذا ثواب التسبيح والتحميد هو قول الحمد لله الحمد لله على نعمه العظيمة الحمد لله على نعمه المتعدية واللازمة الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة الحمد لله على نعمه الحصية والمعنوية الحمد لله على كل شيء والحمد لله على كل حال والحمد لله من أفضل الدعاء كما أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم والتهليل كلمة التوحيد قول لا إله إلا الله وهي أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر خاتمة العبادات فنختم الصلوات بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير نختم الصيام بالتكبير ونختم الركن الأعظم من أركان الإسلام وهو الحج بالتكبير كما ورد في القرآن الكريم ويأتي هنا سؤال هل هناك تعارض في الآية بين المال والأولاد وبين الباقيات الصالحات في الحقيقة أنه لا تعارض ولكن هذه الآية إرشاد للإنسان بأن يضع الأمور في نصابها وأن يضع كل أمر في حقه وأن يعطي كل ذي حق حقه فإذا هو فعل ذلك كان المال والولد من جملة الباقيات الصالحات يدل على ذلك ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عماله إلا من ثلاث وعد منها وولد صالح يدعو له وأما الأموال فكما ورد في الحديث من أحد الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المال فقال نعم المال الصالح للرجل الصالح فاللهم يا ربنا إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتحقق بها آمالنا وتصرف عنا بها جميع الفتن وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين